عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وشل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك جالي ننچ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موهحني يوننتي بس الله عليه وسلم موهحنا ني 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 نجة اللي جنتي لجفو جامبي اللاك يوم القيام جي أي جفوم ني ني نمو يجولي كون جولي لن نجة كخول شجفو جامبي ني ني نبو فكي جل إجر بخنا سو بوبا جامبي وو تخينا باپري موجو وانت سوفكي جل إجر بخنا النصارات يتكلم عن زيجاب لأنه لكنه فأكي صحيح له أثير المبارنة هذا ليس شخص يزيئين لأنه فأنا نتعلم حيث أشعرهم لأي قمت بمعرفة لأنه قمت بمعرفة لوحة جلبتك جلبتها حيث يتم القمت ببعرفة لأنه فأنا نتعرف وهذا مبارنة لأي يحدث مستقى في المتجعبات لل مسموحة تترقى من كل حيث تستطيع فحرائتة السبب حال تتعرض به قمنا من تجعبت الشخص قمنا من تجعبت كثيرا وحراء ذلك فقط كان الشخص التجعب سهل الشرخية التي يجب أن تجعل شيء وكل حيث تجعب بالطفل ترجمة نانسي قنقر